موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيل من الحقائق الإيمانية التي نجدها في الإسلام حقيقة تقول من زاد عليك في الأخلاق فقد زاد عليك في الإسلام وهي حقيقة تبين لنا أن مراتب الاشتغال في الإسلام مراتب الاشتغال الأخلاق تتفاوت بين الأفراد تفاوتا كبيرا بحسب صلتهم بالله سبحانه وتعالى وقد كان في منتهى كمالها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشهادة القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم ولذلك لم تجد السيد عائشة رضي الله عنها وصفا أذق من أن تقول كما في صحيح البغاري وغيره كان خلقه صلى الله عليه وآله وصحبه القرآن فما مدى استجابة المسلم والمؤمن لهذه الحقيقة الإيمانية الصاطعة في كتاب الله تعالى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد تحدث في مواطن عديدة عن الأخلاق وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما بعدت لأثمم مكارم الأخلاق وفي حديث آخر أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا فكأن الأخلاق مجمع وكمال الدين ولذلك كمالات الإسلام لا تنتهي والناس فيها يتفاوتون فبقدر تخلق كل واحد منا يكون تحققه بالإسلام قلبا وقالبا هذه الحقيقة هي التي ينبغي أن نبحث عنها جميعا فنتساءل هل حققنا هذا المستوى العالي النفيس وهل اقتبسنا من هذه الدرر الغوالي المبتوتة في القرآن الكريم وهي الأخلاق الكريمة الزكية العلماء حين تحدثوا عن أخلاقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالوا إن القرآن الكريم وصف خلقه العظيم بقوله تعالى وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ قالوا كان خلقه عظيما صلى الله عليه وسلم لأنه لم تكن له همة سوى الله فبقدر علاقة المؤمن بالله سبحانه وتعالى بقدر ما ينعكس هذا المعنى في قيمنا وسلوكنا وأخلاقنا ولذلك فاتنا بعض الناس بأخلاقهم لأنهم بأخلاقهم وسعوا الناس جميعا وهذه الأخلاق الموجودة في القرآن الكريم هي أخلاق كريمة لا تكون إلا لرجل كريم فعلى قدر كرم المرء تكون أخلاقه ولذلك لا بد لهذه الأخلاق من الانعكاسات هذه الانعكاسات تعتبر ثمرة وهذه الثمرة يجني عوائدها المجتمع فالصدق من الأخلاق الكريمة التي نجني ثمرتها في أحوالنا وفي معاملاتنا وفي سلوكنا وفي علاقاتنا الاجتماعية لأنه بتحققنا بهذه القيم نكون قد أسدينا لمجتمعنا أخلاقا وهذه الأخلاق هي العملة التي ستسود في التعامل بيننا وهكذا ما قيل في الصدق يقال في غيره من الأخلاق التي لا يجني الربح منها إلا المجتمع لا يمكن القضاء لا يمكن القضاء على بعض الرذائل وعلى بعض الآفات وعلى بعض الأمرات إلا إذا كنا جميعا متحققين بهذه الأخلاق التي ترفع من قيمنا ومن شخصيتنا ومن النفع الذي يمكن أن ندركه في ذاتنا وفي غيرنا وفي مجتمعاتنا فالأمن والأمان والسلم والسلام هذه أخلاق لا تكون إلا للكمل من المؤمنين فعلى مراتب تحققنا بالدلالة العملية للنصوص الشرعية التي نجدها مبتوطة في القرآن الكريم ومبتوطة في السنة النبوية وعلى قربنا من هذه النصوص حالا ومآلا وعلما وعملا ونظرا وأخلاقا نكون قد حققنا في شخصيتنا تلك الشخصية السوية التي أرادها لنا الإسلام حتى ننفع أنفسنا وينتفع بنا مجتمعنا ونكون على خير وتكون الإنسانية مستفيدة من هذه العوائد لذلك إذا نظرنا في مجتمع الصحابة وفي مجتمع المسلمين ودرسنا تاريخ المسلمين ودرسنا السيرة النبوية وجدنا هذه الأخلاق بها انتشر الإسلام وبها انتفعت الأمم وبها تم التعارف بين الشعوب وبها عم السلام العالم لذلك ما أحوجنا إلى هذه الأخلاق وما أحوجنا إلى التفاعل معها فتكون قلوبنا وأرواحنا وأشواقنا وكل ما فينا من كيان متلبسا بها وبهذا يمكن للمسلمين أن يتفاوتوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما تكلم عن هذه الأخلاق قال بها يرفع الله سبحانه وتعالى للعبد درجات تصله إلى مراتب الأنبياء والصديقين والشهداء فما كل مصل كما قال العلماء مقيم الناس في صف واحد ولكنهم بقلوبهم وبأخلاقهم وبصلتهم بربهم تتفاوت درجاتهم ومراتبهم فلذلك ينبغي علينا جميعا أن نقتبس من مشكات النبوة ومن أنوار القنآن حتى نكون على صلة حقيقية بربنا ونكون على درجة من النفع للخلق الذين هم من الأمم التي تعيش معنا ومع غيرنا فنكون النفع عاما للجميع وكما يعمنا نحن يعم أيضا مجتمعات غيرنا تسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا بعض صالحين من هذه الأمة وأن يجعلنا في زمرتهم وأن يجعلنا على آثارهم وأن تزقو أحوالنا وأنفسنا وكل ما نحتاجه من قيم وأخلاق في حياتنا وفي حياة المسلمين حتى ننهض نهضة علمية وتكون أخلاقنا أخلاق وأحوال العلماء الربانيين الذين عم بنورهم وعمت سريرتهم كل زكية وكل ثمرة طيبة إن شاء الله نستفيد منها ويستفيد منها غيرنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة